واقع وآفاق تحصيل الغرامات والمصارف القذائية شعار ندوة عقدت اليوم بالرباط برئاسة وزير العدو الحريات وذلك في إطار إصلاح منظومة العدالة الندوة تهدف إلى تحديد خيارات إصلاح تحصيل الغرامات والمصارف القذائية الخيار الأول هو إصلاح المنظومة القائمة وإعادة ترتيبها بما يؤدي إلى أن تصبح فاعلة وتصبح ناجعة ثانياً أو الخيار الثاني هو أن نذهب إلى تأسيس وحدة بتشاركية مع المصارح وزارة المالية المكلفة بالتحصيل وأعني هنا الخزينة والثالثة إذا لم نجد قد نتخلى عن التحصيل وتعد هذه الندوة تتويجاً وتنزيلاً لمقتضايات مطاق إصلاح منظومة العدالة ورامية إلى إيجاد حلول قد تتمثل حسب الوزير في إحداث مؤسسات ذات سلة بتنسيق مع المصالح المختصة ولا سيما الخزينة العامة للمملكة